موسيقى غرفة الاخبار من سكاينيوز عربية مع فضيلة السويسي أهلا بكم إلى ثانية ساعتين غرفة الاخبار وفي عنوينها اللاجئون المأساة القائمة والورقة التركية للمساومة تحرير الموصل الخطة والطموح هذا بالإضافة إلى ملفاتنا الإخبارية اليومية نتابعها الآن مع شونتال سليبة موسيقى موسيقى قالت أنقرة إنها ضرورية لحمايتها من تدعيات الصراع في سوريا فحاول أردوغان الوصول إلى نفس الهدف عن طريق آخر وبأداة يستخدم فيها سلاح اللاجئين اقترح الرئيس التركي فكرة بناء مدينة في شمال سوريا بهدف استيعاب بعض اللاجئين الفرين من الحرب الأهلية في البلاد مدينة يتحمل تكلفة إنشائها المجتمع الدولي حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأناظولة التركية الرسمية ليتحقق لتركيا في حال الموافقة على المشروع حلم إنشاء منطقة عازلة بطابع إنساني وتمويل دولي معنا لمناقشة هذا الملف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي محمد زاهد جول ومن عمان الباحث الاستراتيجي عامر سبيلة كما ينضم إلينا من نويورك أستاذ العلوم السياسية والخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام نذكر أنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك أبدأ معك هذا الحديث سيد عبد الحميد صيام إذن هذه أول مرة يقترح فيها أردوغان بناء مدينة تستوعب اللاجئين هل تراها واقعية؟ ما مدى واقعية هذا المشروع؟ وأن يحظى بدعم ومساعدة المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة؟ يعني المجتمع الدولي الآن يبحث عن حل القضية السورية ولا يريد أن يوطن اللاجئين السوريين بشكل دائم وكأن هناك الأمل قد فقد تماما المجتمع الدولي الآن يضغط باتجاه أن يكون هناك محادثات تتحول إلى مفاوضات يخرج عنها حل يقبل به الأطراف جميعا ويعتمده مجلس الأمن وتحل المشكلة السورية بشكل مطلق وفي قرارات الأمم المتحدة يعتبر أن اللاجئين هم جزء من المجتمع السوري وإذا حدثت هناك انتخابات سيشاركون فيها على أمل أن يعودوا إلى بلادهم أما عملية التوطين وكأننا نقول أن اليأس هو الذي الآن أصبح سيد الموقف وهذا يعني لغاية هذه اللحظة غير صحيح عملية التوطين غير مقبولة الآن المطلوب هو مساعدة اللاجئين وتقديم المساعدات العاجلة حسب الاتفاقيات الدولية وهنا أؤكد أن هناك خروقات في هذه المعاهدات الدولية ليس فقط من تركيا بل من الجميع هناك دول أوصدت أبوابها أمام اللاجئين السوريين طبعا تركيا تحملت الكثير وهناك أكثر من مليون ونصف إلى مليوني لاجئ في تركيا وتقدم لهم المساعدات من ميزانيتها الخاصة ولم تأخذ مساعدات دولية مثلها مثلا الأردن أو لبنان لكن الدول أوروبا لم تتعامل بطريقة حضارية مع اللاجئين بعض الدول استقدمت قسما من اللاجئين مثل ألمانيا لكن عمل اللاجئون في أوروبا بطريقة مهينة وبطريقة فيها اختراق للقانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها هذه الدول بنفسها لذلك الحل هو حل يجب أن يكون شامل للمسألة السورية هو حل سياسي وليس حلا إنسانيا مؤقتا إذن استمعت سيد جول لكلام ووجهة نظر سيد عبد الحميد صيام عملية التوطين غير مقبولة في الوقت الحالي المطلوب أيضا مساعدة اللاجئين وحل سياسي شامل وليس إنساني مؤقت هنا تبرز الحاجة لمعرفة ما أوجه استفادة أنقرة من هذه المدينة التي يقترح أردوغان بناءها أولا في البداية هذا ليس المرة الأولى الذي يقترح فيها الرئيس أردوغان مثل هذا الاقتراح قد تم طرح هذه الفكرة أكثر من مرة وبصياغ مختلفة وربما ليس آخرها اللقاء الذي أجرته قناة العربية قبل شهرين اثنين تحدث عن هذه المدينة بشكل مباشر وتحدث عن تفاصيل في هذا الموضوع هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الأمر الآخر يعني ليس هناك توطين في داخل الأراضي يعني ربما هناك لبس حقيقة نحن نتحدث عن سوريين سيسكنون ويبقون داخل الأراضي السورية في منطقة تعتبر منطقة إنسانية يعني ليس الحديث هنا عن منطقة عازلة أو آمنة كما كانت تطرحها تركيا الآن عدد اللاجئين السوريين يعني بحسب الأرقام الرسمية يقترب من ثلاث ملايين وبحسب الأرقام الغير الرسمية يتجاوز الثلاث ملايين ففي هذا السياق تركيا تقول أن أوروبا التي حقيقة أزعجها موضوع اللاجئين وهي مبضع آلاف على أبوابها أنا أستطيع كتركيا أن أوصد الأبواب من طرفي وأن أعمل قصارى جهدي لأن لا يصل هذه المشكلة إلى داخل الأراضي الأوروبية لكن في المقابل أحتاج أيضا إلى تخفيف المعاناة التي تعانيها تركيا أيضا وهي باحتواء اللاجئين داخل الأراضي السورية من خلال تقديم الخدمات اللازمة في هذه المنطقة أقصد هنا داخل الأراضي السورية وهذا الأمر بدأ عمليا شيئا فشيئا يتبلور على الأرض خلال الشهرين الماضيين هناك بين مدينة عزاز تحديدا وبين الأراضي التركية يعني ثلاث أربع كيلومترات تقريبا مجموعة ضخمة جدا من المخيمات التي تؤوي في الوقت الراهن أكثر من مئة ألف لاجئ سوري تقدم لهم من قبل الحكومة التركية ما يحتاجون إليه من وسائل الضروريات أقول وسائل الحياة الضرورية ولا تقبل تركيا أن تدخل الأراضي التركية إلا من كان يحتاج إلى معالجة طبية من المستشفى وما إلى ذلك وفي إطار ما يمكن تسميته بالتعامل الإنساني يعني هنا تستطيع تركيا أن تحقق ما تريده أوروبا من جهة وأيضا تستطيع الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وهي مطلب أوروبي في النهاية وأيضا ربما يمكن أن يقال أن هذا سيحقق بالتالي نسبيا أقول مكاسب سياسية لتركيا وإن كان هذا المطلب في قناعتي ليس هو المطلب الأساس ربما في هذه اللحظات الراهنة لأن الحل الشامل الذي أشار إليه صحيح أنه مطلب للجميع في قناعتي ولا أحد يخالف في هذا الأمر لكن حسب المعطيات الراهنة وحسب حتى المتفائلين في هذا الحل فإننا نتحدث على الأقل سنتين وحتى لو فرضنا أن الحل الشامل تحقق بعد سنتين اثنتين فموضوع التلاجئين ستبقى أزمة حقيقية لأنه في دراسة أجرتها رئاسة الوزراء التركية تحديدا فيما يتعلق باللاجئين الموجودين في المخيمات التركية أكثر من ستين بالمئة من هؤلاء اللاجئين ليست لهم بيوت تؤويهم الآن في سوريا يعني بعد سنتين لا يمكن لتركيا أن تقول أنه اذهبوا إلى بيوتكم لأنهم ليست لتتوفر لديهم منازل الآن دعني سيد قول أذهب إلى سيد عامر سبيلا في عمان إذن تركيا حسب قول السيد جول متضررة هي نفسها من العب الذي تتحمله جراء أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها برأيك هل سيلتفت المجتمع الدولي لاقتراح أردوغان هو بلا شك يعني تركيا متضررة بلا شك كثير من دول المحيط السوري متضررة من موضوع اللجوء لكن نحن نريد أن نقيم الأمور سياسيا يعني كانت هناك كثير من الأوقات كانت فكرة تحقيق مثل هذه الغايات أسهل في فترة معينة لكن واضح أن تغير الأولويات بالنسبة للمجتمع الدولي أصبح طاغيا موضوع مكافحة الإرهاب أصبح هو الهاجس يعني حتى موضوع التعامل مع المهاجرين اليوم يتم رؤيتهم من الزاوية الأمنية وبالتالي يعني يختفي شيئا فشيئا الطابع الإنساني في طبيعة التعامل مع اللاجئين لهذا أعتقد أن هناك قناعات في أوروبا بالذات يعني أنه لا يمكن المضي قدما في مثل هذا السيناريو وبثل هذا السيناريو يعني نحن نصنف هنا السيناريو الثالث بعد المنطقة العازلة والمنطقة الآمنة والآن المنطقة الإنسانية لكن لا أعتقد اليوم أن الأوروبيين فعلا معنيين بمثل هذا المشروع أو على الأقل الآن عداك عن حالة التوجس عند كثير من الدول الأوروبية التي بدأت تصرح بها من سياسات أردوغان ومن طبيعة التعامل في موضوع اللاجئين وموضوع محاولة ابتزاز أوروبا في عدة محطات وبالتالي يعني هم لا ينظروا فعليا على أنه شريك يمكن الوثوق به بل أنه يجب درء الشر ودرء الشر جاء عبر فكرة طرح بعض من المزايا عودة المفاوضات بالنسبة للانضمان من الاتحاد الأوروبي موضوع التعويضات المالية لكن أعتقد أن مجرد بدء التدخل حلف شمال الأطلسي في بحر إيجا هذا يعني أن القرار بدأ يكون صارما من أوروبا أن يكون القرار أمني وأوروبا أعتقد أنها لم تعد معنية الآن بفكرة مثل هذه المشاريع طويلة الأمد أعتقد أنها اليوم تسير باتجاه تسريع فكرة عزل السلاح يعني عدم وجود فصائل مقاتلة في سوريا خلق مناخ للمصالحات في سوريا وبالتالي خلق مناطق تصبح قادرة على استيعاب عودة هؤلاء المهاجرين إليها لهذا سياسيا أعتقد أنها لم تعد لها قيمة حقيقية مثل هذه الطروحات التي قدمها أردوغان سيد عبد الحميد صيام ممدى اتساع حالة التوجس التي ذكرها سيد سبيلة حتى داخل أرويقات المجتمع الدولي حين يتم الحديث عن مدينة تضم اللاجئين كأن تكون مقدمة لمنطقة عازلة يحلم بها أردوغان منذ بداية الصراع في سوريا ولم يتحقق له ذلك حتى الآن هي تقريبا نفس الفكرة ولكن مطروحة بشكل آخر فقط تم حذف الجانب أو الطابع الأمني العسكري على موضوع المنطقة العازلة وتغليفها الآن بغلاف إنساني الفكرة نفسها أن تكون هناك منطقة داخل الأراضي السورية يتم فيها توطين السوريين وبالتالي تحتاج إلى حماية ما الذي سيمنع الطيران الروسي وقوات النظام السوري أن تهاجم مثل هذه المدينة وخاصة إذا بدأت تنطلق منها عمليات مسلحة أو يكون هناك عمليات تدريب أو تنظيم أو حتى عمليات إرهابية قد يتم طوريط هذه المدينة فيها ما الذي سيمنع أن يتم مهاجمتها لذلك هي نفس الفكرة وهي مرفوضة أصلا يعني عادة الدول المفروض التي وقعت على اتفاقية اللاجئين عام 1951 مسؤوليتها الأساسية أن لا تغلق بابا أمام اللاجئين باكستان استقبلت 7.5 مليون لاجئ أفغاني ولسنوات طويلة وقد أثروا في البنية الداخلية في باكستان من ناحية أمنية ومن ناحية أيضا تجارة المخدرات ولكن لأن هناك ارتباطات في اتفاقيات دولية ودعم من المجتمع الدولي تحملت هذا العبو والدول كلها عندما بدأت الحرب في البوزنية وهنا أريد أن أؤكد على النفاق الأوروبي لم يبقى أحد في كوزوفو ملايين المهاجرين هاجروا من كرواتيا ومن بوزنيا إلى أوروبا والنمسا وألمانيا وكافة دول الجوار لم يشكوا أحد لم يقولوا أن هؤلاء مختلفون عننا لذلك فتحوا أبوابهم وحدودهم لماذا الآن تتغير المعادلة؟ لماذا هذا النفاق وهذه المعايير المزدوجة عندما يكون اللاجئ عربيا أو سوريا يكون هناك معاملات مختلفة المفروض أن يتم معاملة اللاجئين بإنسانية إلى أن يعودوا إلى بلادهم هذا هو القانون الدولي القانون الدولي اللاجئ هو وجوده مؤقت فقط ويعمل المجتمع الدولي على إعادته وتوطينه في بلده فقط سيد جول الاتحاد الأوروبي أعلن منذ أشهر منح تركيا مبلغ نحو ثلاث مليار يورو من أجل مساعدتها لتحمل عبء اللاجئين يبدو أن المنحة تأخرت وإن كانت هناك أنباء تتحدث عن بدء تلقي أنقرة لجزء من هذه المنحة هل هذا يزيد من ليونة الموقف التركي بشأن ملف اللاجئين؟ ابتداء عن تركيا لم تطلب المنحة بشكل مباشر وهذا الرقم الذي أعلن عنه من قبل الاتحاد الأوروبي لن يكون منحة لتركيا وإنما هي بحسب التوافق التركي الأوروبي ستكون منحة للاجئين السوريين والتي ستصرف في مصارفها مباشرة بإشراف أوروبي بمعنى أنها لن تدخل إلى خزينة الدولة التركية وتتولى على سبيل المثال تركيا الصرف بشكل مباشر كما تفعل ذلك الأردن على سبيل المثال فيتدخل في خزينة الدولة ابتداء ما يسمى بالمساعدات الإنسانية التي تأتي إلى اللاجئين فتركيا لن تكون هي المشرفة عمليا على عملية الصرف بل هو الاتحاد الأوروبي وهذا سيضمن رسلية لا ضير بأن يكون هناك حوافز مالية وسياسية في أي ملف وملف اللاجئين ليس ببعيد عن هذا الحديث تم الحديث عن حوافز تقدم لأنقرة بما أنها تتحمل هذا العبء بسبب حدودها مع سوريا أين المشكلة إن سميت حوافز؟ ليست هناك مشكلة لأنك وضحت بأنها ليست منحة هي ليست منحة لتركيا هي منحة للناجئين في النهاية هذه النقطة الأساسية تركيا إذا كانت تريد من شيء فإنها تريد حقيقة ما يمكن تسميته بالمكاسب السياسية وهي النقاط التي يتم التوافق عليها في الوقت الراهن فالمطلب التركي من أوروبا لم يكن يوما ما ماديا وخلال الخمس سنوات الماضية ما وصل إلى تركيا قرابة الخمسمائة مليون دولار من كل المجتمع الدولي بما فيها الدول العربية والإسلامية ففي هذا السياق يمكن أن يقال أن نوعا ما من أنواع حل المشكلة داخل الأراضي التركية سيضمن للاتحاد الأوروبي إلى حد كبير ضمان أن لا يهاجر هؤلاء الناس إلى الأراضي الأوروبية لكنه في المقابل يجب على أوروبا أن تبذل سياسيا بحسب وجهة نظر أنقرة أن تعمل على تسريع العمل الحل السياسي إن كان هناك من حل سياسي مطروح الآن بقوة إذا كانت من هدنة فيجب أن تستمر هذه الهدنة حتى لا يكون هناك تدفق لعدد كبير من اللاجئين مرة أخرى بمعنى أننا إذا كنا نتحدث عن موجات لجوء للسوريين خلال الفترة القريبة القادمة إذا انتهت الهدنة أو تم الإعلان عن انتهاء الهدنة وكانت هناك عمليات روسية على سبيل المثال في منطقة حلب وأصبح هناك مليون لاجئ إضافي فإن تركيا التي بذلت خلال العام الماضي على سبيل المثال ونتحدث بلغة الأقام أكثر من عشرين ألف عملية أمنية قامت بها الحكومة التركية خلال 12 شهرا الماضية تم إنقاذ قرابة تسعين ألف إنسان من الغرق في هذه العمليات التي قامت بها خفر السواحل التركي بمعنى أن تركيا تبذل جهودها ثم أن تركيا اتفقت حتى الآن مع الاتحاد الأوروبي على موضوع إعادة اللاجئين وبدأت تنفيذ هذا الأمر في بداية هذا الشهر وتم إعادة قرابة 350 لاجئ من الجنسيات المتعددة المختلفة ما عدا الجنسية العراقية والسورية لأنه لا يشمل الاتفاق لكن في المقابل تركيا طلبت من أوروبا بأنها تزيل إزارة مثلا تسرع بعض الاتفاقيات التي قامت باتفاقها مع أنقرة ما لم يكن هناك تلبية واستجابة للمطالب التركية فإن تركيا لن تبذل ربما مزيدا من الجهد هي تبذله في الوقت الراهن على كل حال سيد سبايلة لماذا أيضا لم تتحرك أوروبا تجاه هذا الملف اللاجئين إلا بعد أن أصبح اللاجئون على أبوابها وعلى أراضيها ألا يدل هذا الأمر بأن أوروبا أيضا تستغل هذا الملف لإعادة رسم الخريطة الشرق الأوسط من جديد كان هناك نية عند أوروبا للدخول في مثل أنا أعتقد أن الأوروبيين تعاملوا مع الأمور بقصر نظر كان هناك قناعات في بداية الأزمة السورية أن النظام سينهار وأن لن يكون حركة نزوح كما هي عليه اليوم ولن تظهر تنظيمات إرهابية ولن تتحول كل قضية لتصبح اليوم مكافحة إرهاب وبالتالي تتضرر أوروبا في المقام الأول الواضح أن أحداث باريس غيرت من نظرة أوروبا كاملة في موضوع التعامل مع اللاجئين وموضوع امتداد هذا الخط القادم من سوريا إلى أوروبا عبر تركيا لهذا أعتقد أننا نبالغ عندما نقول أن الأوروبيين كانوا يخططون لم يكن الأوروبيين يخططون هم تعاملوا بالقطعة مع هذا الموضوع للأسف دون استراتيجية واضحة وتعاملوا معها على أنها اعتادوا هم الأوروبيين حتى في السنوات الماضية أن يجلب البحر الأبيض المتوسط إلى شواطئ إيطاليا كثير من اللاجئين الذين يعبروا إلى شمال أوروبا وبالتالي كانت هناك حالة من التوافق الضمني على استمرار مثل هذه الحالة بالرغم من الصراعات داخل الاتحاد الأوروبي لكن اليوم الصراعات تغذى وحتى دول الاتحاد الأوروبي بدأت تصفي حسابات بين بعضها عندما ننظر الحرب المشتعرة بين اليونان وألمانيا اليوم ندرك تماما أن هناك أيضا توظيف لورقة اللاجئين في الإطار السياسي الأوروبي لهذا لا يمكن اليوم أن ننظر لأوروبا على أنها وحدة واحدة تتعامل مع موضوع اللاجئين يعني هناك صراعات أيضا بين إيطاليا وفرنسا في فترة ماضية قبل الأزمة السورية في موضوع اللاجئين لهذا أعتقد أن الأوروبيين يفتقروا إلى استراتيجية واضحة في التعامل مع موضوع اللاجئين ولهذا تعرضوا لما تعرضوا إليه اليوم وواضح أن تغير هاجس الأوروبيين كامل اليوم في موضوع التعامل مع المهاجرين وشعورهم أنهم غبنوا وأنهم سيتحملون الجزء الأكبر من موضوع اللجوء لأنه لم يعد فقط لجوء سوري يعني عندما تتحدث أيضا عن جنسيات من المغرب العربي ومن أواصل آسيا ومن أفغانستان كل هذه الجنسيات اليوم بدأت تتدفق بحجة اللجوء السوري إلى أوروبا مما دعا الأوروبيين أيضا إلى التوقف إلى محاولة إغلاق أبواب أوروبا والذي أدى أيضا نحن ننظر إلى أوروبا نشاهد صعود التيار اليميني أيضا والخطاب المعادي للآخر وبالتالي أوروبا تنظر أن السلم المجتمعي الذي تعيشه اليوم مهدد وبالتالي يجب أن تتعامل لأول مرة بحزم وبعيدا عن فكرة الإنسانية الزائدة سيد عبد الحميد صيام قضية الحوافز السياسية والمالية مقابل مواجهة أنقرة لموجة اللاجئين هل هي مضمونة العواقب برأيك حين تضع أوروبا في الحسبان هذه الصفقة؟ يعني أوروبا تريد أن ترحل الأزمة وترمي بها إلى تركيا مقابل رزمة من المساعدات وهذا أيضا غير مقبول لأن المشكلة الأزمة السورية أكبر من أن تتحملها أي دولة هناك دول الجوار تحملت الكثير بلد مثل لبنان أصبح ربع سكانه من اللاجئين وهي أعلى نسبة في العالم تقريبا يلي ذلك الأردن طبعا الذي أيضا استقبل أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري ولكن مثلا دول الخليج أوصدت أبوابها أمام أي لاجئ سوري رغم أنهم يقدمون بعض المساعدات المالية وعملية أوروبا الآن تريد أن ترحل هذه الأزمة وترمي بها فقط إلى تركيا وهذا غير منطقي وغير مقبول وغير إنساني أيضا عملية تقاسم أعباء اللجوء هذا شيء سليم وهناك مؤتمرات دولية وعقد أخيرا مؤتمر في لندن لجمع التبرعات للاجئين السوريين فجمع على الأقل تعهدات أكثر من 6 مليارات دولار إذن هناك تقاسم لأعباء اللجوء السوري والأزمة السورية وهي أكبر أزمة إنسانية في القرن الواحد والعشرين كما هو معروف الأزمة الآن بحاجة إلى حل سياسي أوروبا يجب أن تضع ثقلها وراء الحل السياسي لا حل للأزمة السورية لا حل إنساني ولا حل أمني ولا حل عسكري الحل هو حل سياسي لكن إلى أن يتم تنفيذ هذا الحل السياسي التي بدأت على الأقل خيوط تبدو في الأفق أن هناك إمكانية لحل سياسي عندما توافقت الدولتان الكبريان والتان تؤثران على مجريات الأزمة داخل سوريا وحقيقة لم يعد القرار السياسي قرارا سوريا سوريا كما يبدو لكنه قرار دولي وقرار إقليمي إذن إلى أن يتم تنفيذ هذا القرار يجب أن يتم حل الأزمة الإنسانية بتوافق في الآراء وبتقاسم في الأعباء ودون أن تتملص أوروبا من مسؤولياتها تحت حجج واهية كأن ترمي بالحمل على تركيا لوحدها ولكن سيد جول على الرغم مما قلت بشأن تضرر تركيا من هذا الملف تبقى تهمة استغلال اللاجئين ملتصقة بأنقرة في أحيان يقولون بأنها تستغلها من أجل انضمام الاتحاد الأوروبي في أحيان أخرى من أجل تسريع المفاوضات الخاصة بشأن منح تأشيرات للأتراك لدخول دول الاتحاد الأوروبي هذه التهمة ما زالت ملتصقة بأنقرة ممضى صحة هذه التهم؟ موضوعة للعلم فقط الاتفاقية الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتأشيرة كانت موجودة قبل حدوث الأزمة السورية وكان المتوقع أن تبدأ إجراءات تطبيق هذه الاتفاقية في عام 2017 لكن وتيرة الأحداث وبداية ظهور أزمة اللاجئين على السطح بشكل مباشر هو الذي سرع من قبل الاتحاد الأوروبي أن يطلب من تركيا تسريع هذه الاتفاقية فلا أظن أن الموضوع مقايضة بالنسبة لتركيا بشكل مباشر تركيا ما تريده حقيقة ليس لنفسها وإنما في الإطار العام الإقليمي تريد موقفاً أوروبياً فيما يتعلق في المسألة السورية بشكل عام وفاعلية أكثر أوروبية في المسألة السورية اسمح لي فقط أشرك أحد متابعي سكاي نيوز عربية الذي طبعاً شارك برأيه وقال بأن تركيا تستخدم اللاجئين ذريعاً للقضاء على الأكراد هذا الشخص اسمه باسم الوليد ما مدى صحة ذلك سيد جول يعني لا أدري كيف ربط الموضوعين حقيقة لم أفهم أنا وجهة النظر هذه وجهة النظر هذه أنا سأشرح لك سأشرح لك إقامة منطقة عازلة من أجل اللاجئين بشكل أو بآخر يمنع إقامة دولة الأكراد في الشمال السوري هذا ما يقوله المتابعون لكن موضوعة المنطقة الآمنة أو العازلة تحديداً هي مطروحة كفكرة منذ ربما السنة الأولى من سنوات الثورة عندما لم يكن هناك ما يمكن تسميته أيضاً بتحرك عسكري كردي يعني فلهذا السبب لا يمكن الحديث أن هذا المطلب هو مطلب أصلاً لإتلاف الوطني السوري وهو مطلب المعارضة السورية قبل أن يكون هناك ربما جغرافي تسيطر عليها ما يسمى بميليشيات وحدات حماية الشعب أو البيد يعني قبل ظهور هذه الظاهرة قبل سنتين اثنتين على الساحة السورية كان هناك مطلب المنطقة الآمنة حاضر وبقوة وتم الحديث عنها في المنتديات الدولية وتم الحديث عنها حتى من قبل الدول العربية ومن بعض الدول الأوروبية كفرنسا قبل أن تكون مسألة الأكراد أو الدولة الكردية مطروحة على الأرض لكن من المؤكد أن تسارع وتيرة الأحداث ووصول الأمور إلى هذه النقطة التي وصلنا إليها ميدانياً في سوريا يحتم بطبيعة الحال بالنسبة لتركيا أن تكون مثل هذه المنطقة الآمنة والعازلة ربما تعددت أسبابها وتعددت وسائلها أو تعددت أيضاً طروق الاستفادة منها أنا أتفق مع المتابع الكريم في أن المنطقة العازلة في النهاية إذا تحققت لا شك أنه سيخدم هدفاً تركياً فيما يتعلق بإقامة دولة كردية متواصلة إلى عرض المحر المتوسط هذه النقطة أساسية بالنسبة لتركيا ولكنه في النهاية لم يكن ابتداءاً هذا هو الهدف الأساسي من هذه النقطة لأننا نتحدث عن هذا المطلب منذ أكثر من أربع سنوات بشكل مباشر هذه نقطة أساسية النقطة الثانية جواباً على الشق الأول من سؤالك حقيقة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي مطلب تركيا هو مطالب سياسية واضحة وأربع سنوات لم تكن الاتحاد الأوروبي فيها أي تحرك حتى في الجانب الإنساني الآن مع تزايد بسيط لعدد اللاجئين هو الذي فاقم الأزمة أوروبياً أوروبياً قبل أن تكون هذه مشكلة تركية أوروبية اسمحني فقط أذهب إلى السيد عامر سبيلة باختصار هل ترى بأن إمكانية إقامة هذه المنطقة العازلة أو الأمنة على الحدود السورية ممكن في ظل هذا القصف الروسي المتواصل على هذه المناطق سيد سبيلة لا أعتقد أنه ممكن وحقيقة القناعة السائدة عند الجميع أنها تأتي هذه الطروحات ليست من البوابة الإنسانية بل من بوابة السياسة والبراجماتية التركية والمحاولات المستمرة للدخول إلى المشهد السوري عبر تغيير معادلة اللعبة التي تم فرضها دولياً اليوم باتفاق أمريكي روسي لهذا كل الأمور اليوم ينظر إليها بعين الريبة والشك خصوصاً الطروحات التي يقدمها أردوغان بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للمجتمع الدولي وخصوصاً عندما يتعلق أتفق في قصة وقضية موضوع الأكراد وتضارب هذه الطرح التركي في موضوع الاستغلال السياسي في موضوع الأكراد لهذا أعتقد أن هناك توافق على شرعية وجود الأكراد ودورهم في محاربة داعش سواء من روسيا والولايات المتحدة وحتى من الأوروبيين وبهذا أي سيناريو اليوم يعني يفتح باب التدخل السياسي التركي في سوريا أعتقد أنه أغلق وليس له أي أمل بأن يفتح مجدداً سيد عبد الحميد صيام هناك سؤال من عمر عبد الله أحد متابعي سكاينيوز عربية يسأل هل ستتخذ قضية اللاجئين السوريين نفس منحة قضية اللاجئين الفلسطينيين يعني لا أعتقد ذلك القضية هناك في قضية فلسطين تختلف تماماً هناك جموع مهاجرين جاءت من أوروبا لتقويم دولة بدعم أوروبي وتطرد السكان المحليين وإلى الأبد وقد أخذت هذه العملية سنوات طويلة وهناك تخاذل من المجتمع الدولي أو صمت أو تآمر لكن القضية السورية الكل يريد أن يجد حلاً للقضية السورية لأنها تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي بالتأكيد وهناك قرارات محددة وهناك اتفاقيات دولية الآن اعتمدت لحل هذه الأزمة السورية قد يكون هناك مواضيع تختلف في موضوع تركيبة الداخل السوري هناك أحاديث عن الفيدرالية هناك أحاديث كثيرة عن كيف يمكن أن تحل الأزمة السورية بشكل نهائي هذا ممكن لكن الكل يتفق أن الوجود السوري خارج الوطن وهؤلاء الملايين من اللاجئين والمشردين داخلياً لابد أن تحل قضيتهم ضمن رؤية الحل السياسي السوري بحيث الخارج يعود إلى وطنه والداخل يخرج من معازله ومن المناطق المحاصرة إلى بلده وإلى دياره التي كان يعيش فيها شكراً جزيلاً لك عبد الحميد صيام أستاذ العلوم السياسية والخبيل في شؤون الأمم المتحدة من نيويورك الشكر أيضاً لمحمد زاهد جول الكاتب والباحث السياسي من اسطنبول والشكر أيضاً لعامر سبيلة الباحث الاستراتيجي من عمان شكراً لكم اشتركوا في القناة